ترجمة نانسي قنقر الذي عبر بمصر بلحظات فارقة وعصيبة من عمر الوطن وأكدت الدكتورة كوتر محمود دعم كافة أطقم التمريد لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواصلة مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة وتقديم الغالي والنفيس لخدمة المريض المصرية وتطوير المنظومة الصحية في كافة محافظات الجمهورية والوصول بها لمستويات عالمية على غرار منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي أحدثت ثورة في المنظومة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى قالت إن نقابة التمريد حققت أعلى نسبة تصويت على مداري تاريخها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بنسبة مشاركة لأعضاء هيئة التمريد بلغت 84% بإجمالي 23 مليون و796 عضو على مستوى الجمهورية وذلك خلال الانتخابات التي جرت على مداري 3 أيام في الفترة من العاشر حتى 12 من ديسمبر وفقا لما رصدته غرفة الطوارئ المركزية لنقابة التمريد وفي الختام هنأت نقيب عام التمريد جموعة الشعب المصري والتمريد بصفة خاصة بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة لتحقيق قطة الدولة المصرية للتنمية 2030